60 دقيقة إذا لم ينسحب حتى من الاعتصام الستون دقيقة التي أمهلها الصدر لأنصاره قبل أكثر من شهر من الآن ها هي تداعياتها تظهر على أرض الواقع يتثبت أكثر حكم أنصار إيران في العراق عبر محمد السوداني لتطرح الذات الأسئلة التي كانت تحوم حول الصدر ودوره في دعم العملية السياسية يقول موقع المونيتور إن زعيم التيار الصدري بدأ يطرد مستشاريه السياسيين ويوفد مقربين منه إلى طهران ذلك للتنسيق بعد أعلان حكومة السوداني ويشير الموقع إلى أن العداء الافتراضي بين إيران ومقتدى الصدر ليس دقيقا بكل ما تحمله الكلمة بل يحتفظ بطياته بكثير من المصلحة لا سيما لإيران التي تنظر لمقتدى الصدر على أنه حليف مفيد ويتعدى ذلك للاستحسان للإبقاء عليه بالرغم من انتقاداته العنيفة للإطار التنسيقي والميليشيات الموالية لها في العراق هذه العلاقة المتبادلة بين الطرفين تظهر بشكل كبير على وسائل الإعلام الرسمية للنظام الإيراني والتي تتجنب انتقاده وتحافظ عليه كعنصر فيما تسميه محور المقاومة وهو ما تؤكده مجلة ناشونان انترست التي ترى بأن الصدر لم يتغير ولا يريد بناء عراق نزيه عبر هدم النظام السياسي الحالي لأن الفساد المتأصل فيه يضايقه بل لأنه يريد الوصول لأن يكون هو المرجعية في العراق على غرار خامن المرشد في إيران ما قد يدفعه من جديد للانقداد على حكومة السوداني على المستوى الشعبي تتضح أكثر الانتقادات للصدر الذي تسبب موقفه البتغير بسقط قتلى وجرحة والتأثير المتعمد على حدة تظاهرات ثورة تشريين الرافضة للعملية السياسية وفوق ذلك أدى انسحابه من البرلمان لتمريض حكومة السوداني المحسوبة على إيران كل ذلك على حساب العراقيين الذين يريدون الخلاص